أرخص وأسهل تأشيرات دول ممكن تقدم عليها لو أنت مصري وبتحب الصفر أول واحدة هي لبنان أرخص وأسهل تأشيرات دول ممكن تقدم عليها بالبصبور المصري وده لو بتحب الصفر والمغامرات وعايز تبسط نفسك وفي نفس الوقت ما تدفعش فلوس كتير لأن الدول دي تأشيرتها أول ما توصل بتكون ما بين 82 دولار والمسافة بينها وبين مصر الساعة واحدة بس بالطيارة يا ترى إيه حكاية الدول اللي من غير تأشيرة أو تأشرتها أول ما توصل بتدفع مبلغ رمزي جدا وإزاي تسافر؟ تعالوا نعرف التفاصيل الناس كتير بيبوا عايزين يسافروا يعملوا مغامرات ويعيشوا أجواء مع أهلهم وأصحابهم بس بأسعار رمزية وما يدفعوش كتير خاصة بعد أسعار الفنادق اللي عالية قوي وتحس السفر بقى للأغنياء فقط وعلشان كده البلوجر محمود شلبي والشهير بشلبوكة بينصح المصريين بأنهم يعيشوا التجربة بأرخص وأسرع تأشيرة ممكن تطلع في ساعتها وبأقل التكاليف أول دولة لبنان تأشرتها أول ما تدخل بين 2 دولار و 8 دولار وفي أقاويل بتنصح أي حد هيروح لبنان أن يكون معاه 2000 دولار علشان تعرف تتعامل هناك والمسافة بينها وبين مصر أوليلة جدا بتاخد ساعة واحدة بس طيران تاني دولة هي أرمينيا وب 6 دولار ومش محتاج غير صورة ليك وصورة جواز صفرك وتالت دولة أذربيجان وتأشرتها بعشرين دولار وبتطلع بس بصورتين ورابع بلد هي ماليزيا ودي من غير تأشيرة وتقدر تعد هناك لمدة 3 شهور وكمان من غير تأشيرة زي تايلند وكانيا وهونك كونج وخامس بلد هي اندونيسيا واللي فيها جزيرة بالي وتأشرتها أول ما توصل المطار وسعرها 25 دولار بس وفيه كمان جزر المالديف بدون فيزا بس بتأشيرة أول ما توصل وتقدر تعد بيها مدة حلوة لمدة شهر يعني 30 يوم بالتمام وكمال وتقدر كمان تروح الأردن بلد السحر والجمال بلد بدون تأشيرة وبالجواز المصري بس طب تفتكروا فيه الدول الأوروبية بدون فيزا أيوة فيه دول أوروبية بدون فيزا بس بتحتاج تأشيرة إلكترونية والدول دي هي ألبانيا ودي بقى بتتيح للمصريين تأشيرة إلكترونية والدخول وتقدر تعد فيها لمدة بتوصل 90 يوم وفيه كمان جورجيا ودي بتتيح للمصريين تأشيرة إلكترونية وتقدر تدخل وتعد فيها برضو لمدة بتوصل 90 يوم ونيجي بقى للدولة اللي بيفضل المصريين وبيحبوا يسافروا لها كتير وهي أرمانيا ودي برضو تقدر تعد فيها وكمان في دولة أوروبية مش الكل يعرف إنه تقدر تروح بيها بتأشيرة إلكترونية وتعد فيها وهي مولدوفا وفي نفس النظام برضو كرواتيا وقبرص طب تفتكروا إيه هي الخطوات اللي لازم نعملها علشان نقدر نسافر الدول دي بكل بساطة وكل سهولة أول حاجة وأهم حاجة إنه يكون جواز الصفر ساري مش منتهي وتاني حاجة إنه لازم يكون المسافر معا تذكارة صفر ذهاب وعودة لمصر وكمان لازم يكون المسافر معا مستند بيثبت فيه إقامة الشخص خلال فترة الزيارة ولازم يقدم إثباتات مادية على تحموله كل تكليف الرحلة والإقامة في الدولة اللي هيسافر لها وكل بلد اتقالت في الفيديو دي بتتميز بحاجة مختلفة عن التانية ففي منهم اللي هم عبارة عن بحر وشعب مرجانية وفي منهم اللي فيه تاريخ ومعابد تقدر تزورهم وفي منهم اللي بيعتمدوا على الطبيعة والمناظر اللي تخطف عينك أول ما تشوفها وعلشان كده لو أنت بتحب تسافر وتغير مودك فدي فرصة ما تتعودش خاصة وإنها بأسعار رمزية جدا يطرى رحت أي بلد من دول وفعلا ما صرفتش كتير وانبسطت ولا لأ شاركونا في التعليقات